ونطلع سوا معهم بأفكار تزود بيها ثقتهم بنفسهم وتقدرهم لنفسهم كل واحد يسمعنا دلوقتي هياخد فكرة أو اتنين يحاول يشتغل عليهم علشان ثقته بنفسه تزيد تعالوا نفتح بقى النقاش مع أصحابي في الستوديو معي عمر عبد الحميد إزاك يا عمر باش عامل ايه؟ الحمد لله معي كمان إيساف مصطفى إزاك يا إيساف؟ الحمد لله وحقتم بالبرانساس حبيبة بهاء الدين إزاك يا حبيبة؟ الحمد لله عامل ايه؟ الحمد لله حبيبة بتنبستي لما حدي يلقبك بلقب أنا نهار ده قلت لك برانساس ممكن ماما بتقولك الألقاب كده في البيت ولا لأ؟ ايه بتقولك ايه؟ بتقولي الجمال ده يعني بتقولي يبيبو يا سيدي يا سيدي بتدلع برانساس زي ما تقولت لي ايوة ايوة طب وينت يا عمر؟ بتقولك ايه؟ بيشجعوا بيدلعوني بيدلعوك ايه؟ مورة مورة بس ده دلع لكن هل لك لقب يعني يا بطل يا جنتلمان يا جامد يا شجاع يعني ليك لقب كده؟ ايه انا بقى ايوة ايه؟ شجاع شجاع ها؟ بيقولك في البيت ولا مع صحابك؟ والاتنين بيصفوك دايما بأنك شجاع؟ ام انت فعلا شجاع ها؟ ماشي يا عمر يو وانت إيثاف بتقولك ملقب بايه؟ بيشجعوني بيقولولك ايه؟ يعني مثلا شجاع ام 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 يعني بيدلعون ايسو اه اتدلع ده حلو بس هل في مدح معين بيتقلك؟ يعني هل في صفة معينة انت مميز بيها بيتقلع بتقلق عليها؟ اه ايه بقى زي ايه؟ اسملا افتكر طيب افتكر بس وانت بتفتكر كده عايزة اسألكو عن حاجة يعني احنا انتوا عارفين انا قلتلكم نورد عن الكلمة عن الثقة بالنفس يعني ايه ثقة بالنفس؟ اللي انا اكون واسقة في الحاجة اللي انا بعملها ولا ده ثقة في الحاجة لكن انا بتكلم ثقة في النفس لان ما اكون بعمل حاجة لازم اكون واسقة من النفس عشان اقديها باحسن شكل اوكي ايه كمان؟ يعني ايه واسق في نفس يعني ايه؟ لما تشوفت مين هتقول على الراجل ده واسق في نفسه بس الراجل ده يعني مش واسق في نفسه يعني ايه؟ هتعرفون ازاي؟ هتعرف نين ان ده واسق في نفسه وده مش واسق بيتكلم بجرأة بيتكلم بجرأة ايه كمان؟ بيبقى شجاع بيبقى شجاع ايه كمان؟ يعني بيتكلم بيبان هو بيبان عليه وبيتكلم كما بقى اشهمه بيبقى شجاع يعني بيبقى واثق من نفسه وبتكلمه هو بيبان من شكله بيبان من شكله من بادي لانجوج بتاعته من طريق كلامه ممكن اللي مش واثق في نفسه تلاقيه منكسر كده مهزوز بيتلاجلج خايف يتكلم منطوي ممكن يعني وممكن لأ برضه بس يعني أحياناً بيبقى شكله باين عليه أنه هو مش واثق في نفسه أحياناً لأ ممكن يبقى مش واثق من نفسه ونخبي ده بس خلينا نقول أنه دي الحاجات اللي بتباني يعني أحياناً لكن الواثق في نفسه بيبقى يعني فارد ظهره كده وبيتكلم زيوك وكده عارفين تتكلموا لو واحد مش واثق في نفسه على فكرة مش هيبقى قاعد معي الرئيسي يعني أنتو الثلاثة واثقين في نفسه قادرين تطلعوا وقادرين تتكلموا على الشاشة وعارفين الناس تفرج عليكم عالم كله بتفرج عليكم وأنتو قاعدين مش هبهمكو أنتو ناس واثقة في نفسها يعني صح